من جهته أعلن مدير مكتب التيار الصدري في بغداد إبراهيم الجابري إنه لا يوجد شيء اسمه الإطار التنسيقي لكي يتحاور معه التيار الصدري مطالب الرئيس اتلاف دولة القانون نوري المالك بالاعتذار للشعب العراقي عن التسريبات الصوتية وقال الجابري إن أبناء الشعب العراقي من كل المحافظات يشاركون في التظاهرات والاعتصامات مضيفا إن العراق بلد حر ومن حق الشعب التظاهر معتبرا إن هذه الدورة البرلمانية والعملية السياسية انتهت بشأن مبادرة رئيس تحالف الفتح هاد العامري أشار إلى إنه على هاد العامري أن يوضح مبادرته أكثر ويقدمه للمالك الذي تسبب بالعديد من المشاكل للشعب العراقي وهاجم الكرد والسنة وكل الشيعة في العراق وأضاف إن الشعب العراقي انتفض على الفساد وكل الأحزاب التي لم تقدم شيئا بعد عام 2003 ومطلبهم يتمثل في إزالتهم